السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها ردود الفعل بشأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخطابه في ولاية سيدي بوزيد وكل الظروف اللي رافقت هذا الخطاب المهم والخطير جدا في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة اليوم نحكيه على ردود الفعل بشأن هذا الخطاب في سيدي بوزيد مهدى الثورة التونسية نبدأه بعماد بن حليمة الناشطة السياسي اللي يعتبر وأنه خطاب قيس سعيد هو إعلان نواية فقط بحل البرلمان ووضع دستور جديد ندد الناشطة السياسي عمد بن حليمة بأنه الخطاب كان فيه فوضى ليليق برئيس الجمهورية المفروض كان يعدي خطاب يعني الخطاب ندعه ديم خمسة وربعين دقيقة الحاجة المهمة خمسة دقائق فقط كان الناشطة يكتفي بيهم ورئيس الجمهورية يختبط في تلك الفوضى والسياح والعيات والانقطاعات انتع البث في ظروف اللي الدول كلها تتفرج في قيس سعيد خاصة وأنه القناة الوحيدة اللي عادته هي التلفزة الوطنية دونك من حيث الشكل يعني لا يليق برئيس الجمهورية من حيث المضمون زيده وأعلن نوية بمعنى بش نعمل بش نعمل بش نعمل بش نعمل بش نعمل رئيس حكومة بش نعمل الأحكام الانتقالية بش نعمل تعديل في القانون الانتخابي هذا يكون لي خلينا نحكي على نقاط أخرى اللي هي طبعا تعليق العمل بالدستور مؤقتا أو ربما تعليق جزئي لأنه أكد وأنه البيب المتعلق بالحقوق والحريات سيبقى سيري المفعول نجي لردود فعل بعض قيادة حركة النهضة رفيقة عبد السلام سهر رجد الغنوشي هبت تدوينة تدوينة فيها مقدم الأخبار طايب بوزيد وفي الإكران الثانية النقل المباشر من ولاية سيدي بوزيد اللي وقتها انقطع البث وليت الإكران متاع النقل متاع سيدي بوزيد وليت خضرة طايب بوزيد من جهة في إكران والإكران الأخرى هو الإنقطاع اللي في سيدي بوزيد وقال الزحف الأخضر انتقل من الجماهيرية العظمى إلى تونس المسكينة لا نبو برلمين لا دستور لا وزراء يتكلموني باللهجة الليبية يشبه قيس سعيد بمعامر القذافي الله يرحمه ويقول رفيق عبد السلام اللهم لن نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة فيه من جهة الممثل مريم أو الممثل عاطف بن حسين عفوا عاطف بن حسين كتب تدوينة معروف بمسانته المطلقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد مهما صار مهما تبدلت الوضعيات مهما شن وحملات مهما ضعف قيس سعيد مهما صار دماء عاطف بن حسين مصينت قوي جدا لرئيس الجمهورية قيس سعيد قال عاطف بن حسين سأبقى أنادي إلى آخر رمق في حياتي سأبقى أصرخ وأتخبط وحدي لن يصلح حال البلاد وحال عباده بمثل هذا الأعلام وخاصة الأعلام العمومي وفتح ملفات الفساد لهذه المؤسسات الأعلامية لا يعني الاعتداء على حرية التعبير ولا حرية الأعلام يطالب يعني عاطف بن حسين بفتح ملف الأعلام العمومي اللي فيه برشة خوار اللي فيه برشة ملفات فساد واللي لو كان يتحل فما برشة حقائق خاطيرة بشي تم كشفها يقول إذا كان رئيس الجمهورية بشي مس الأعلام العمومي رأو هذا ما يعنيش ألبتة أنه هذا اعتداء على الحريات وحرية التعبير وإلا حرية الأعلام يقول سأظل أردد هذه الجملة إلى حين ساعة الوداع بلهي عليكم ماذا تفعل هذه السيدة على رأس مؤسسة التلفزة الوطنية عاطف صغروني اللي هي مديرة التلفزة الوطنية واللي صار يعني هالانقطاع اللي صار هذه تحملت المسؤولية هي ديور معناها عدة أطراف تنتظر أو تتوقعان وبشي تم إقالتها من على منصب الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية وبشي تم معاقبة عديد المسؤولين لأنه الانقطاع يعتبر مقصود هذا الانقطاع وما فميش حتى مبرر إلى أنه انقطاع يكون في خطاب رئيس الجمهورية يعني ما تقطعت حتى شيء إلا الخطاب متع رئيس الجمهورية قيس سعيد نلقى أيضا يعني عاطف بن عسين يقول هل تعتبرها كفئة عاطف صغروني منشطة هاوية تصبح للمرة الثانية مسؤولة للأعلام العمومي ما هو تكوينها وما هي معارفها سنموت قهرا في هذا البلد وانتهى نلقى بعض السياسيين اللي علقوا وعبروا على مسندتهم المطلقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد منجي الرحاوي النائف البرلمان المجمد البرلمان هذا اللي قال قيس سعيد أنه مستحيل كان بشعود إلى العمل منجي الرحاوي يقول أنه يدعو إلى التحرر يقول تونس بين المحافظين والمتحررين تحرروا ولن تخسروا شيئا سوى قيودكم وقال الفرز يتقدم ثورة تستمر وفق تعبيره نلقى عبدالتيف دربيلا أعلامي كذلك محامي يعني عبدالتيف دربيلا يشبه رئيس الجمهورية قيس سعيد بمعمر القذافي يقول ومما هو معروف وشاهدناه في التلفازات قديما أن صانع الثورة في ليبيا أزعيم الأخ القائد العقيد معمر القذافي ملك ملوك إفريقيا كان يجتمع ببعض الشعب ونقصد بشعبه الخاص يعني الناس اللي يجيبوهم له بصفة خاصة جمعة التنسيقيات نقصد جمعة المؤتمرات الشعبية ويتكلم فيقول والله في الحقيقة نبين قول فتهت في الجماهير قول قول يا معمر قول كانت أجواء سريالية من الكوميديا السياسية السوداء لم نتخيل بأنها ستعود يشبه قيس سعيد بأنه يمارس أو يقوم بنفس الممارسات اللي يقوم بها معمر القذافي مبروك كورشيد سياسي متقلب في المواقف متاعه المواقف السياسية كل مرة نلقوه يصطف إلى جانب معين مبروك كورشيد اعتبر أنه خطاب رئيس الجمهورية زاد تونسينا حيرة وضبابية من وجهة النظر متاعه ما كانش واضح لأنه كما قلت الخطاب هذا لقال لقال شنوه الأحكام الانتقالية ولا قال شنوه قرر بالضبط فيما يتعلق بالدستور هوني فما برشا قراءت بش يتم تعليق الدستور بشكل جزئي ولا بشكل كامل ولا بشكل مؤقت رئيس للحكومة كيفش بش يكون يعني قادت فما برشا تأويلات على كلنا القوزة عربية حمادي اللي عملت تدوينة فرحانة باللي عملوا قيس سعيد في ولاية سيدي بوزيد الخطاب اللي عملوا مغادي وتقول للقرارات بتاع قيس سعيد ما هي شغالته هي قرارات صحيحة وقرارات مهمة اللي عملوا قيس سعيدة